موسيقى وتأمل في الكلمات ولتفهم ما تقرأه ولتفهم ما تقرأه كي تتقدم خطوة كي تتقدم خطوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً أعزائي الصلاة أهلاً بكم في حصة جديدة من حساس الدغة العربية واليوم سنقوم بمراجعة على قصة قويد والبطاطة قطوة الدرس أولاً منافشة التهيئة اثنان عرض الأهداف ثلاثة الاجتماع إلى النص وتحديد المفتدات الصعبة أربعة منافشة أسئلة حل النص من خلال سؤال وإجابة خمسة المشارك الكتابي ستة أرطبي مقتدامي والآن هيا شارك معي الإجابة عن هذه الأسئلة السؤال الأول أين كان يعيش الخلد خويلد؟ أحسنت الجملة الثانية أو السؤال الثاني على أي شيء كان يتغزى؟ رائع السؤال الثالث ماذا وجد الخلد خويلد؟ رائع السؤال الرابع ماذا قرر الخلد خويلد بعد رحيل السيد أبازة وعائلتي؟ ماذا قرر أن يفعل؟ خمسة ماذا تفعل لو كنت مكان الخلد خويلد؟ هيا فكر أحسنت هيا بنا نتعرف على أهداف درشنا اليوم الهدف الأول أن يجب المتعلم عن عسلات وظهر فهمي جنة الهدف الثاني أن يتبع المتعلم تطور الشخصية من جداية القصة إلى نهاية القصة ماذا قرر اسم كاتب القصة هو الكاتب أنس أبو رحمة شاعر وكاتب للأطفال له العديد من كتب الأطفال مثل قبط وطوف وجاءون الجباني والآن هيا بنا نستمع إلى أحداث القصة يعيش الخلد خويلد مجتاحا تحت منزل عائلة السيد أبوزة الذي يزرع البطاطا فقد كان خويلد يتغذى على سمارها التي تمده بالطاقة وفي أحد الأيام خرج خويلد من جحره فلم يجد أحدا فقد غادرت عائلة السيد أبوزة مزرعة البطاطا ولم يبقى أحد غيره لكنه وجد حبة بطاطا مكتوبا عليها لا تأكله وقال حزيما كيف سأكل الآن لقد رحلت عائلة السيد أبوزة التي تزرع البطاطا نظر إلى حبة البطاطا وقال ماذا أفعل بها هل آكلها؟ ولكنها مكتوب عليها لا تأكلني إذن هل أنام عليها؟ لا لا أوه هل أعلقها؟ لا لا إن رائحتها الجميلة تدفعني لأكلها ولكنني سأخبئها في مكان آمن حتى لا أشتهي أكلها تذكر خويلد حبة البطاطا هدية السيد أبوزة وتساءل ما إذا قد غرقت هي أيضا بعد أن يأس من المحاولة اشتاق إلى بيته القديم صورة جدته على الحائط ومذيعه العزرق ومذكراته التي كتبها عن رحلاته عند وصوله إلى منزله فوجئ بما رأاه فقد وجد حبة البطاطا التي خبأها قد نمت وأصبحت حبات كثيرة من البطاطا النظرة الشهية فرح كثيرا وأكل واحدة قال الخلد منتشيا إنها ألز حبة بطاطا أكلتها في حياتي لن أنتظر بعد اليوم أحدا ليزرع لي والآن عزيز الطالب حان وقت قراءتك لهذه الفقرة هيا توقف هنا قليلا وقرأ الفقرة ثم أجيب معي عن هذه الأسئلة أحسنت مع القراءة هيا بنا نجيب معا ما مشكلة الخلد خويلد هيا أفكر استنتج صفات الخلد ما صفات الخلد جملة فعلية اسم موصول هيا اقترح نهاية أخرى للقصة كلمة بمعنى سعيدا استخدمنا الفقرة كلمة بمعنى سعيدا اسلوب إنشائي وحدد نوعي أحسنت مع المشاركة كيف تطورت شخصية الخلد من بداية القصة إلى نهايتها؟ هيا وضح ذلك أحسنت كان الخلد في بداية القصة كسول يعتمد على غيره ولكنه تغير في النهاية وأصبح مزارعا نشيطا يعتمد على نفسه ولا ينتظر أحدا ليزرع له ماذا يحدث إذا لم تغادر عائلة السيد أبوضا المزرعة؟ هيا فكر والآن هيا تقوم باختيار أحد هذه الأنشطة واجب عليها بالدكتر ثم أرسل إجابة النشاط إلى معلمك أنت هيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة